بعد أن ظلوا لأسابيع مختبئين في تحصينات أسفل مجمع مصنع للصلب في مدينة ماريوبول وصل عشرات لبر الأمان في مدينة زابوريجيا الأوكرانية يوم ثلاثاء وتأهبت المستشفيات لتوفير علاج لكل شيء سواء حروق أو سوء تغذية أو غير ذلك وخرج أناس تبدو عليهم علامات الإنهاك من بينهم أطفال صغار ومسنون مثقلون بحمل الحقائب من حافلات استقرت في ساحة انتظار مركز تجاري في زابوريجيا بالجنوب أوكرانيا ولا يزال هناك أكثر من 200 مدني في مصنع أزوفستال الصلب بحسب فادم بايتشينكو رئيس بلدية ماريوبول مع بقاء 100 ألف مدني إجمالا في المدينة التي ضمرها الحصار والقصف الروسي على مدى أسابيع ونسقت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر العملية التي استغرقت خمسة أيام وقالت منسقة شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة المعنية بأكرانيا أوسنات لبراني إن 101 من النساء والرجال والأطفال والمسنين تمكنوا أخيرا من مغادرة المخابئ أسفل مجمع صلب أزوفستال ورؤية ضوء الشمس بعد شهرين بفضل العملية وتحول مجمع أزوفستال الصناعي مترام الأطراف ومخابئه وأنفاقه إلى ملاذ لكل من المدنيين والمقاتلين الأوكرانيين في ظل محاصرة موسكو لماريوبول وكانت القوات الروسية قصفت مصنع أزوفستال يوم الثلاثاء مؤكدة تقارير سابقة عن غارات على المصنع المحاصر وبحسب وكالة العلام الروسية قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها بدأت في تدمير مواقع إطلاق النار الأوكرانية التي أقيمت بعد أن استغل المدافعون وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة والذي سمح لعدة مجموعات من المدنيين بالهروب من المنشأة في اليومين الماضيين وقال مسؤول في شرطة ماريوبول إن القوات الروسية بدأت في محاولة الاستيلاء على المصنع الضخمة وهو آخر جيب في ماريوبول ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية وتعتبر ماريوبول هدفا رئيسيا لروسيا حيث تسعى إلى عزل أوكرانيا عن البحر الأسود وضمها إلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في الجنوب والشرق ويقع مصنع الصلب بالقرب من الطريق السريع الرئيسي بين الشرق والغرب في جنوب أوكرانيا